هل استطاع الشعب الفلسطيني أن يرسل رسالة اليوم إلى الإدارة الأمريكية بعد التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن تبديل محمود عباس إذا لم يسير على هوى ما يريدون هل استطاعت الجماهير أن ترسل رسالة للأمريكان ولغيرهم حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً أستاذنا لا من الآن مرتبط لعباس أو غيره والأمر كان يرتبط أولاً أن هذا يوم الأرض كما ذكرتم ومناسبة سنوية فلسطينية ارتبط منذ عام ستة وسبعين بالتضحية في سبيل حماية العرض الفلسطينية أنا لا أتحدث عن أن الناس خرجت للعباس ولكن أتحدث عن التفاف الشعب الفلسطيني بكل أطيافه نحو العودة ومسيرة العودة هل هذه رسالة؟ نعم مئة بالمئة هذه الرسالة كانت لها علاقة برصد كل ما يتعلق بما يتم الحديث عنه عن صدقة القرن التي سيكون أحد أركانها الأساسية وفق ما رشها عن بعضها أنها ستنهي حق العودة وملف اللاجئين الفلسطينيين لذلك هذه المرة كان هذا الرد بهذا الشكل توحد الفلسطينيون جميعا خلف راية واحدة الغالبية العظمى خرجوا اليوم نحن كنا على كماس معهم موجودين بينهم كانت رسالتهم واضحة أننا جميعا جئنا إلى هنا ولا يغلب عليهم الفصائل الفلسطينية يوصلوا رسالة واحدة وهي مطالبة بحق العودة والنقطة الثانية التي ترتبط أيضا في المحاولات البعض أن يكون ضمن الصفقة ما يعرف بأن تصلح غزة كيام منفصل أو وجود حلول معينة ترتبط بتوزيع قطاع غزة باتجاهات سواء كانت الناحية الجنوبية والناحية الشرقية أو غيرها لتحويل قطاع غزة لكيام منفصل اليوم خرجوا جميع وخاصة اللاجئين من قطاع غزة وقالوا قولة واحدة بأننا سنعود إلى أراضينا ردا على هذه المقترحات وهذه المواقف